اعلنت شركة البحرين المقاصة المملوكة بالكامل لبورصة البحرين إطلاق سوق البحرين الخاص ابتداء من الثامن عشر من الشهر الجاري كمنصة موحدة وشاملة للشركات المساهمة المقفلة تهدف إلى تقديم حزمة واسعة من الخدمات الإلكترونية والآمنة لتسجيل الأسهم تماشيا مع القانون رقم 9 لعام 2022 بشأن السجل التجاري المنشور في الجريدة الرسمية نعم جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي ترأسه سعدت السيد أنبراس طالب الوكيل المساعد للسجل التجاري وشركات في وزارة الصناعة والتجارة والسيد عبدالله عبدين الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة البحرين المقاصة لذين أوضحا لممثل مختلف وسائل الإعلام المحلية عن نوعية الخدمات التي ستقدمها منصة سوق البحرين الخاصة التي تأتي في مقدمتها حفظ الأسهم في الشركة لتوفير الشفافية للمساهمين وضمان أسهمهم إضافة إلى أن المنصة ستتيح للشركات المساهمة المقفلة إجراء المعاملات وربطها وإدارتها وتنفيذها بطريقة سلسة وأمنة إلى جانب تقديم حزمة واسعة من الخدمات والحلول المخصصة ذات المرونة العالية في كيفية تداول الأسهم وبيعها بين المساهمين الحاليين أبرز الخدمات من الطبيعي في جميع الشركات المساهمة سواء كانت عامة أو مقفلة بالمكان هناك تكون في تحويلات ملكية من باع إلى مشتري يعني يكون في طرف باع وطرف مشتري بالنسبة للمنصة راح توفر هذه الطلبات من خلال منصة المزاد أو منصة التداول بإمكان المساهمين الرغبين في بيع هذا الأسهم طرحة من خلال هذا المنصة وبالتالي المشري بإمكانه هو يتشوف أن هناك عروض على هذا الأسهم وبالتالي يقوم بعملية الشراء نحن كشكل بحل المقاصة نضمن للمساهم الباع أنه كتسوية مالية يستلم فلوسه اللي هي ناتجة عن البيع وأيضا نضمن لطرف المشتري أنه يستلم حقوقه أو الأسهم تكون بأسمه بالإضافة إلى ذلك أيضا نقدم خدمات الرهن وخدمات الرهن المنوكة الحالية تقدم هذه الخدمات للمستثمرين أو المساهمين الحالي لشركات المغفلة من خلالها يمكنهم أن يحصلون تسئيلات لهذه الخدمات